خرجت شاحنات سوكلين من قضاء المتن وكسروان وحلت مكانها الشركة رامكو التي فازت في مناقصة جمع ونقل النفايات فقط من دون كنس الشوارع في اليوم الثاني من حلول رامكو مكان سوكلين ملاحظات عدة توقف عندها صاحب الشركة كان فيه كمية زبالة مغبوية برات المستوعبات ووضع المستوعبات القائم الموجود ووضعه منه منه جيد عم يعزبنا كثير بشد المستوعبات بحركة المستوعبات ويليبهم متعبان شوي ووضعهم شوي سيء عم يعزبنا تقوم الشركة الجديدة بجمع النفايات ونقلها إلى مركز الفرز في الكارنتينة لكن ماذا عن أعمال الكنس التي لم تلزم بعد كما كان في عهد سوكلين الشارع إذا ما فيه كنس الزبالة هتضل فيها يعني ما حت تاخده سارع نظيف لأنه نحن المهمة تبعيتنا أنه نشيل الزبالة بالموقع تبع الحاويات أو حد الحاويات بس ما كنسته للشارع كله ورتبته ما هتاخد شارعا دي فأنا هيدا الشيء الموضوع صرته مع رؤسة البلديات اللي اجتمعت فيهم وهن ويعيين له الموضوع هيدا ومثل ما فهمت أنا بعتوا مكاتيب لمشهور العمار خطبوا وطلبوا منه أنه يلقي حل له الموضوع هيدا ونحن بانتظار الحلول اللي مقالتوا صدر عن المشهور العمار في جولة بمنطقات الجديدة البوشري والسد إحدى أكبر المناطق اقتضاظا في المتن لا يبدو الأمر وكأن الكنسة توقف في شوارعها إذن طويت صفحة سوكلين في المتن وكسروان وقريبا تطوى صفحتها في أقضية بعبدة وعلاي والشوف وسيحل مكانها ائتلاف شركة معوض وإده نعيم برجاوي قناة الجديد